اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وبما ان وسيل النقل كانت محدودة بايام الرب يسوع وبايام الكتاب المقدس وسيلة النقل اللي رح احكي عنا بهذا المقطع هو التنقل بالقارب فايزا خلينا نفتح سوا كتبنا المقدسة رح كون عم بقرأ من ترجمة المسج بايبل وهي ترجمة الإنجليزية المعاصرة والمبسطة فايزا عم بقرأ من متى 8 لقيت من 23 ل 26 بقول المطع سايلنس تسي بي كيم سموذ أز غلاس فايزا المقطع عم بيعلمنا كيف انه راب يسوع دخل بقارب مع تلاميزه وكيف انه وقته هاجة العاصفة راب يسوع كان نايم وكيف انه لاحق ان العاصفة والريح والهوى كله نقطعوه رح نقرأ سوا المقطع باللغة العربية أيضا كلمة لنفهمه بشكل أفضل من كتاب الحياة فإذا المقطع اللي عم بقرأ مجددا هو متى 8 لقيت من 23 ل 26 والمقطع بقول ثم ركب القارب وتبعه تلاميذه وإذا عاصفة شديدة قد هبت على البحيرة حتى كادت المياه أن تبتلع القارب وكان هو نائما فأسرع التلاميذ إليه يقيدونه قائلين يا سيد نجنا إننا نهلك فقال لهم لماذا أنتم خائفون يا قليلي الإيمان ثم نهض وزشر الريح والبحر فساد هدوء تام فإذا بهذا المقطع الكتاب المقدس بيعلمنا كيف أنه الرب يسوع إذا كان بوسط سفينة حياتنا أو إذا كان هو جزء من حياتنا لو شو ما كانت العاصفة هو بهدئة بس على نطاق المفردات والمعاني باللغة الإنجليزية خلينا ناخد أول وسيلة نقل والموجودة بهذا المقطع اللي هي بيقول الكتاب المقدس يعني دخل أو ركب القارب أو السفينة يعني سفينة أو قارب فإذاً هيدا أول وسيلة نقل رح نكون عم نتعلم عنها وعم ناخدها لنحطها بمعجم مفرداتنا الخاصة بعدين بنقرأ بزيت المعجم الخاص بالقوارب أو بالسفن أو بجميع وسائل النقر البحرية بنقرأ أنه صار فيه storm يعني عاصفة هبت عاصفة هني وبوسط البحر إذا بتقرأ المقطع المقطع بيحكي عن المي the sea عن البحر أيضا المقطع بيحكي عن the wind يعني الهوى أو الريح وبيحكي كيف أنه جميع هيدا العناصر الطبيعة قطعت الرب يسوع بإشارة أخرى على أولوهيته فإذا إذا بدنا ناخد شي من هيدا المقطع ناخد كلمات boat يعني قارب storm يعني عاصفة sea يعني بحر wind يعني ريح هيدولي كلهم بيقعوا بمعجم وسيلة النقل البحرية إذا استعملناها بالتنقل وقبل ما ننتقل لمقطع تاني بحب شي لك مع كل قصة سمعتها عن بنت صغيرة بيا كان قبطان سفينة أو the captain of a ship أو the captain of a boat يعني قبطان سفينة بتحكي القصة أنه هيدا البنت الصغيرة حبت أنه تروح مع بيا أنه تسافر معه مرة على متن سفينته وبتكفي القصة وبتقول أنه هني وعلى متن السفينة هبت عاصفة كتير قوية تقريبا مثل العاصفة اللي بقصتنا هلأ فالهوى عم بيخبط بالسفينة من كل النواحة وكذلك الماء والأمواج بس البنت الصغيرة هي الوحيدة المعام ينتبه لا فزع ولا رعب وقت سألوها الركاب ليه ما خافت قالت له أنه بيا هو قبطان السفينة وبزيت الشكل نحنا ما لازم ننخاف ولا نرتعب بأي وسيلة تجوال كنان كانت بحرية برية أو جوية لأنه بالنهاية وتسلمنا حياتنا للرب هو بيعتني فيها لو مين ما كان عم بيقود هلأ مشاهدينا رح ننتقل سوى لنتعرف على أكثر من وسيلة نقل غير البوتز بمقطع vocabulary أو معاني ومفردات فإذا مشاهدينا نحنا وصلنا للفقرة الثانية بالبرنامج وهي الفقرة اللي بنحكي فيها عن بعض المفردات والمعاني أي vocabulary باللغة الإنجليزية وكما سبق قلتلكم رح كون اليوم عم بيحكي عن بعض المفردات والمعاني بوسائل نقل جوية بحرية وبرية وسيلة النقل الأولى اللي حكينا عنها كانت البوت أو القارب هلأ بدي أحكي عن وسيلة جوية اللي هي airplane أو طائرة airplane أو طائرة يمكن أيضا أنه نستخدم محلة aircraft كمان كطائرة نحنا منصعب علامتنا ومنتجول من خلالها أيضا في عنا وسيلة نقل وأنا ما بصلي أنه حدا منكم يقطع فيها أو يضطر يطلع فيها اللي هي ambulance مثل ما انتبهتوا أنا عم جرب أنه أعطيكم هيدا المفردات بترتيب أبجدة كما أنتا تقدروا تستفيدوا منها لاحقا تقدروا تلقوها بسهولة بملاحظاتكم فإذا تاني وسيلة نقل حكيت عنها هي ambulance أو سيارة إسعاف من بعدها في عنا البيسيكل أو الدراجة الهوائية اللي يتم استعمالها إجمالا أيضا كرياضة مش فقط كوسيلة نقل في عنا البوت اللي حكينا عنه قبل اللي هو القارب أو السفينة عنا كاب أو تاكسي وتنكون عم نطلع بسيارة أجرة لنتنقل من مكان إلى آخر وهيدا بحاجة لقلوا نحنا خاصة وتنكون بالسفر نحنا بحاجة أنه نعرف كيف نعيط أو كيف ننادي أو كيف نطلب سيارة أجرة أو كاب أو تاكسي أيضا في عنا السيارة وهي وسيلة النقل الأكتر شيوعا حاليا اللي هي كار باللغة الإنجليزية كار أو كارز بالمجمل بالمجموع بس أيضا عنا بس اللي هو حافلة أو بس ونحنا بحاجة له نعرف أنه محل ما بيتوقفه البسيط موقف البسيط هو موقف الحافلة بس ستوب أيضا نحنا بحاجة أنه نعرف عن وسيلة النقل اللي هي شاحنة اللي تستخدم لنقل البضاعات أو أحيانا بعض الأشخاص بيستخدموها تهني ينتقلوا هن وأغراض البيت أو هن وأثاث البيت تينتقلوا من بيت إلى آخر فإذا ترك اللي هي شاحنة شاحنة أو ترك أيضا عنا هليكوبتر اللي هي طائرة مروحية هليكوبتر طائرة مروحية وهي أيضا معروفة ببعض البلدان العربية على أنه هي هليكوبتر عنا أيضا وسيلة نقل مش كتير مستخدمة بس تستخدم التسلية أكتر مما هي للتنقل اللي هي المنطاد أو الهوت آير بلون المنطاد اللي هو بيستخدم أو بيعتمد على النار أو شعلة النار كرميل تتحمل هوا الموجود بقلب البلون لنرتفع تدعى هوت آير بلون نحنا استعملنا كلمة هوت سابقا وعرفنا أنه يبقى عن حار أو سخن آير يعني هوا وبالون يعني منطاد أو بلون أيضا عنا ترين أو قطار ترين اللي منستعمله للتنقل من مقاطعة للأخرى أو أحيانا حتى ببعض البلدان من بلد إلى آخر عنا الدراجات النارية اللي هي موتورسايكل فإذا موتورسايكل يعني دراجة نارية بعيدا عن وسائل النقل حرفيا الأشياء أو المعجم القريب من كلمات وسائل النقل مثل درايفر يعني سائق درايف تو درايف اللي هو الفعل أن يقود أو أنه يسوق سيارة أو يسوق وسيلة ما أو عربة ما درايفر هو سائق أو اللي عم بسوق هيدا السيارة كونفوي أو موكب جمالا بيكون موكب سيارات أو موكب من دراجات نارية ففيها نستعمل كونفوي أيضا عنا كلمة أنجن اللي هي محرك إذا كان في مشكلة بالمحرك أيضا عنا كلمة ويل بمجموعة المعجم اللي خاصه بهيدا الأمور ويل دوليب أو عجلة والنهاية عنا فهيكل يعني مركبة فيها تكون فان أو ترك أو كار أو حيلا مركبة أخرى نجمعهم كلهم تحت كلمة فهيكل يعني شو ما كانت السيارة اللي معكن مشاهدينا هيدولي هن الكلمات اللي هلأ قعدت لكنيهن لليوم وانتو فيكن تحصلوا عليهم جميعا على شكل لوح باللغة الإنجليزية وما يوازيها باللغة العربية إذا بعتتولنا ورسلتونا وطلبتوا مننا هيدا الموارد على الإيميل اللي عم بيقطع على الشاشة وهو english.l.tv نحن بهيدا الطريقة نقدر نردلكم نجاوب على إيميلكم ونبعث لكم باوربوينت متل ما موجودين على الشاشة ومتل ما قطعوا معنا لتستفيدوا منهم وتحتفظوا فيهم لحياتكم لاحقا وتقدروا تستخدمون فإذا أنا بطلب منكم أن ترسلونا مش بس إذا أنتو بحاجة لهيدا الموارد بس أيضا إذا عندكن أي أسئلة أو تعليقات أو اقتراحات لهيدا البرنامج هيدا البرنامج هدفوا أنتو ونحن بهننا أنه أنتو تكونوا عم تستمتعوا فيه هلأ أنا بترككم مع الفاصل لترتاحوا شوي من كترة المعلومات قبل ما ننتقل على الجرامر فإذا فاصل ونواصل أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من بعض الفاصل إن شاء الله تكونوا عم تستمتعوا I hope you are enjoying the show يعني أنا بصلي أو برجون وتكونوا أنتو عم تستمتعوا بالبرنامج قبل ما أرجع كفة بفقارة الجرامر بحب أذكركم بالإيميل اللي عم تشوفوه على الشاشة وهو english.l.tv اللي فيكن تحصلوا من خلاله على جميع الموارد اللي نحن عم نجعلها متوفرة بين إيديكن لتكفوا بتعليم اللغة الإنجليزية وما توقف مسيرتكن هون فإذا جاهزين بالورقة والألم حاضرين لا تاخدوا ملاحظاتكن بفقارة الجرامر اليوم رح نكون عم نتعلم عن possessive pronouns and adjectives بحلقات سابقة حكينا عن adjective كصفة وقتا نكون عم نحكي عنه وحكينا عن جميع النقاط فيه بس اليوم رح نكون عم نحكي عن possessive pronouns and adjectives يعني صفات الملكية وضمائر الملكية وقتا عم نحكي عن شغلة بتخصني أو بتخص شغلس آخر وقتا بدنا نعبر عنه أنه هيدا الشغلة بتخصه فإذا خلينا نبلش بالfirst person singular يعني وقتا كنا عم بحكي عن ضمير المتكلم الانا باللغة الإنجليزية الـ I نحكي عن الpronouns possessive pronouns بيكون mine يعني مثلا فيقول this paper is mine يعني هيدا الورقة هي لألي بتخصني أما إذا بدي أحكي عن صفات ملكية في أقول this is my paper هيدا هي ورقة أيضا إذا عم بحكي بالsecond person يعني إذا عم بحكي بانتا باللغة الإنجليزية اللي هي you إذا بدي أحكي بpronoun بpossessive pronoun these papers are yours يعني هذه الأوراق هي لك بس إذا بدي أقول بآجكتب بقول these are your papers بدل ما أقول yours بقول your papers هيدا بيختلف حسب موقعها بالجملة أيضا إذا بدينا نحكي مع الشخص الثالث يعني هو أو هي أو ضمير غير العاقل he, she, it باللغة الإنجليزية بقول hers أو his أو its يعني these papers are his يعني هذه الأوراق هي له these papers are hers يعني هذه الأوراق هي لها فإذا أنا عم بستخدم هيدول الضمائر الملكية كما أتعبر هيدول ورقة لمن أيضا فيقول these are her papers يعني هيدول هن ورقة هي كما فيقول these are his papers ورقه هو أيضا لضمير غير العاقل بيستعمل it's, it's بالحالتين بـ pronoun بضمائر الملكية وقتا بدي أحكي عن الثرد عن first person بالـ plural يعني أنتم أو بالأحرى نحن عم نحكي إنه these are our papers هيدا هي أوراقنا أو these papers are ours رح يكون عم يقطع لوح قدامكم أو رح يقطع قدامكم طابلو على الشاشة تقدروا تشوفوا وتقدروا تميزوا بين هيدول الثنين أيضا بـ third person plural إذا عم نحكي عن pronoun هي theirs these papers are theirs يعني هذه الأوراق هي لقلن أو أوراقن أو بتخصن لقلن بينما إذا بدأ أقول بشكل adjective these are their papers هذه هي أوراقهم عندما نستخدم ضمائر الملكية نستخدمهم محل اسم يعني منقول مثلا Julie's car is red يعني سيارة Julie حمرة Mine is blue سيارة أنا هي زرقة فإذا بدأنا أقول My car is blue قلت Mine is blue بينما possessive adjective عادة ما يستخدم لوصف اسم مثلا وبيجي قبله فيه يقول My car ونتذكر الكومبيراتوس My car is bigger than her car يعني سيارة أكبر من سيارتها عم بوصف أو عم ضل على هيدا سيارة مين وقتا استعملت her والمي عم ضل أنه هيدا سيارتها أنا فإذا My car is bigger than her car ما في يقول Mine car بقول My car يعني سيارتها أنا في يقول This car is mine يعني هيدا السيارة هي لأري أيضا آخر إشارة أو آخر رمارك أو ملاحظة حابي أعطيكم إياها أنه ما في أبوستروف يعني ما في فاصل بين الإت والأس بوقتا نكون عم نحكي بالpossessive pronouns and adjectives يعني ما فينا نكتب it apostrophe s وإلا بيتحول ل it is it is بتعني أنه هذا هو يعني عم بتدل على الشغلة على أنه verb على أنه هي فعل بينما ما في يقول it's not my dog وكتبها موصولة بل بكتبها مفصولة لأنه بتعني it is not my dog فإذا بدايكم تتذكروا هيدا الشيء أحباه أنتو عم تستعملوا possessive pronouns and adjectives وقتا نجمع هيدا الدرس مع دروس الجرامل الأخرى اللي صرنا إخدينا منهم comparatives and superlatives فينا نقدر نعبر عن أنفسنا بشكل أفضل نحن عم نقارن بين هيدا الأمر والأمر الآخر أو نحن عم نقارن بين ملكيتنا وملكية الشخص الآخر أو بين الأمور اللي بتعود لألنا والأمور اللي بتعود لشخص الآخر وأيضا بدروس سابقة حكينا كيفينا أنه نشكل سؤال يعني فيه اسأل is this your card أو is this your are these your papers لأنه بالجمع نستعمل are these لأنه أكتر من ورقة are these your papers هو سؤال وحكينا من قبل عن نحن كيفينا نشكل أسئلة بسيطة بهيد الطريقة فيكن تجمعوا دروس الجرامر اللي عم تاخدون بحلقات سابقة مثل بهيد الحلقة لتشكلوا طريقتكم الخاصة أو لتفهموا اللغة الإنجليزية بشكل أفضل وتقدروا تعبره عن أنفسكم ولو بشكل بسيط بس بشكل مفهوم وصحيح لغويا لأجل هيك أنا بذكركم بالموارد اللي جعلنيها متوفرة لألكم عبر الإيميل وقت ترسلونا على english.l-wired.tv فإذن رسلونا وطلبوا هيدا الموارد وجمعوا هيدا الدروس مع بعضا لتقدروا تشكلوا أساس سليم وصحيح لغويا للغة الإنجليزية تقدروا تكفوا فيه وتنطلقوا فيه لأكتر وأكتر تبقوا تنطلقوا بدراساتكم باللغة الإنجليزية أو بدراسات أخرى فإذن أنا بهذه الطريقة بنهي فقرة جرامر ونتقل أنا وياكم لإديمز أو عبارات شائعة فإذن مشاهدينا قربت حلقتنا على أنه تنتهي وهيدا هي الفقرة الأخيرة فبدأ أطلب منكم أنه تحافظوا على تركيزكم لتتعلموا هيدا الإديمز للاحقا رح تعزوها أكيد باللغة الإنجليزية نقاية إديمز يكون إلى علاقة بوسائل النقل اللي كنا عم نحكي عنها سابقا بفقرة vocabulary فإذن الإديم الأول اللي رح أحكي عنه هو a hit and run accident a hit and run accident إذا بدنا ناخده حرفيا ونقصي من الجملة hit يعني يخبط أو يضرب run يعني يركض أو يهرب accident يعني حادث وهيدا الإديم بتعني أنه شخص كان جزء من حادث أصاب فيه شخص أو عمل حادث سيارة ضرب فيه شخص وهرب وهيدا فينا نستعملها وقتا نشهد على حادثة مماثلة أو نكون جزء من حادثة مماثلة أو نتعرض لإله بنقول إنه somebody just hit that man and ran away مثلا أو فينا نقول he was a part of a hit and run accident يعني فلين أو هيدا الشخص كان جزء من حادث شخص فيه ضربه وهرب إذا وهرب فإذن فينا نستعمل هيدا الجملة هيدا العبارة لنعبر عن حادث مشابه أيضا فينا نستعمل إديم jump the lights jump the lights إذا بدنا نقصي ما وناخده حرفيا jump يعني يقفز the lights يعني الأضواء بس هي على إطابة وسائل النقل هو بمعنها مش الحرفة بل بمعنها المخبأ بالإديم وهو jump the lights يعني على الرغم من إنه الإشارة حمرة هيدا الشخص تجيوز الإشارة وظله قاطع كفة على الرغم من إنه إشارته حمرة ونحن بنعرف إنه إجمالا ما مفروض السيارة تمشي إلا على الإشارة الخضرة مفروض نوقف على الإشارة الحمرة مثلا فينا نقول it's very dangerous to jump the lights يعني كتير خطير إنه نتجيوز الإشارة الحمرة مثلا إنه فيه احتمال إنه شخص يضربنا فيه احتمال إنه نتعرض لحادث وفيه كون بهذه الطريقة توصلوا بين هيدا الإديم والإديم لقبله فيكن تقولوا it's very dangerous to jump the lights because you might be a part of a hit and run accident يعني كتير خطر إنه نتجيوز الإشارة الحمرة لأنه معقول إنه نكون طرف من حادث حدا يخبطنا فيه ويهرب أيضا فيه عندنا إديم بسامح الله أيضا فيه عندنا إديم بيقول like ships that pass in the night like ships that pass in the night بمعناتها إنه إذا بنا ناخد الحرفة مثل سفن بتقطع بالليل بس شو المقصود بسفن المعنى الحرفي أو بالأحرى المعنى المتضمن بهيدا الإديم هو إنه فيه شخصين تلاقوا مرة وحدة وكتير صعب إنه يرجعوا يتلاقوا مرة تانية أو بالأحرى مستحيل إنه يرجعوا يتلاقوا ببعض مرة تانية مثلا فينا نقول the two men met once يعني الرجالين تلاقوا مرة وحدة like ships that pass in the night and never met again يعني هيدول الرجالين تلاقوا مرة وحدة كأنهم سفن عم تقطع بالليل يعني تلاقوا مرة وحدة صدفة بشكل جدا غريب وهيد الحادثة ما رح تقطعوا مرة تانية مشاهدينا أنا برجو بصلي إنه تكونوا استمتعتوا بحلقة اليوم واستفدتوا منها عن وسائل النقل وعن أمور أخرى تانية أكيد فيدتكن وأكيد أنتوا بحاجة لقلة قبل ما غادركن بطلب منكن أنه تراسلونا وتبعتونا على english atl-wired.tv تاخدوا جميع هيد الموارد اللي أعددناها خصيصا للكن بشكل جدا مبسط ومترجم باللغة العربية تقدروا تفهموا الماتيريال أو تفهموا هيد المواد بأنفسكن تحصلوا على منهجكم الخاص للغة الإنجليزية بشكل أنه بتقدروا تتابعوني بالبرنامج كما أيضا ترجعوا تدرسوا الأمور وتراجعوها بأنفسكن وقت تكونوا واحدكن بالبيت أنا هلا بدي ودعكن ربي بركن بشوفكن بحلقة أخرى من إنجليزة على الهواء